اشتركوا في القناة النسخة المحدثة من الجيل السابق والمزودة بمعالج رسوميات RTX 3060 التصميم هنا تقريبا مماثل للجيل السابق حيث انه عندنا سطح مغطى بالالمونيوم الممشط بهيكل معظمه من البلاستيك يقدم مستوى جودة اشوف انه جيد والشاشة في هذا الجهاز هي شاشة بحجمها 16.6 بوصة تعمل بدقة 1920x1080 من نوع IPS بمعدل تحديث 144 هرتز وبمجال عرض 16 على 9 والشاشة من تصنيع AU Optronics باطارات نحيفة على الجوانب وسميكة في الأسفل والأعلى وأيضا في الأعلى تتوفر عندنا كاميرا ويب بدقة 720p تقدم أداء قياسي ومن ناحية أداء الشاشة أرى انه يعتبر أداء قياسي أو متوسط كون هذه الشاشة موجهة بشكل أساسي للرياضات الإلكترونية أو الإيسبورت من ناحية معدل التحديث وأقول إنها قياسية علشان مستوى الأداء اللي قدمته فيه اختبارات الألوان فبعد الاختبار قدمت هذه الشاشة نسبة 67% من مدى صحة ألوان SRGB و48% من مدى ألوان NTSC و50% من مدى ألوان أدوب RGB ومدى ألوان P3 لهذا ما رح تكون هذه الشاشة مناسبة مثلا لمعايرة الألوان أو أعمال تصحيح الألوان في الفيديو أو مثلا الفوتوشوب لكن رح تكون جدا جدا ممتازة للألعاب بحيث أن تقدم زوايا رؤية جيدة ومستوى سطوع ممتاز عشان هذه الشاشة IPS المفصلات التي تحمل الشاشة هذه هي مفصلات صغيرة وموحدة وتقدم مستوى الثبات مع نسبة اهتزاز قليلة ويمكن فتح الشاشة أو رفع الشاشة إلى نسبة تصل إلى 150 درجة أسفل الشاشة تتواجد عندنا لوحة المفاتيح المحاطة بغلاف من الألمونيوم اللي يزيد من صلابة الجهاز وأيضا يدعم في تشتيت الحرارة وعندنا لوحة المفاتيح اللي يتقدم توزيع زرار جميل مع حجم مفاتيح كبير قدم لتجربة طباعة ممتازة مع نسبة خطأ قليلة جدا ولوحة المفاتيح هذه مضاءة بلون واحد وهو اللون الأحمر بالدرجة واحدة ومستوى نقر المفتاح يصل إلى 1.3 ملي مع استجابة ممتازة ومجملا لا أرى أي شيء يعيب هذه اللوحة فلنجربة الطباعة جدا جميلة فيها أسفل لوحة المفاتيح عندنا تراكباد ذات الحجم الصغير والتي تقدم سطح ناعم واستجابة مع دعم لللمس المتعدد والإيماءات وفعليا تجربة تراكباد هذه ما شفت فيها مشكلة إلا فقط في موضوع الكليك اليمين والإيسار بحيث أنه تنزل شوية بس التراكباد لما أضغط عليها بعد ذلك ما أشوف أنه فيها أشكالية وزي ما قلت ممكن أن هذه المشكلة تتجنبها باستخدام ماوس كون الجهاز أيضا جهاز موجه للإي سبوت فما أعتقد أنك راح تستخدم التراكباد بشكل مكثف لما تكون تلعب جيميج نجي الآن لمواصفات الجهاز المحدثة فعندنا هنا معالج إنتل الجيل العاشر i7 10750H وهو معالج سداسي النواة يعمل بتردد 2.6 ميجا هرتز ويصل إلى 5 جيجا هرتز على مستوى النواة الوحدة اللي هو البوست وقدرة المعالج هي 45 واط الرام المتوفر في هذا الجهاز هو بحجم 16 جيجا بايت من نوع DDR4 يعمل بتردد 2666 ميجا هرتز وهذا الرام مقدم من سامسونج أيضا خيارات التخزين الموجودة عندنا هي مقدمة من سامسونج وهي عبارة عن قرص من نوع M.2 NVMe بسعة 1 تيرابايت وأبرز العتاد زي ما قلنا المقدم في هذا الجهاز هو معالج الرسوميات المقدم من انفيديا RTX 3060 بحجم كامل واللي يقدم ذاكرة بحجم 6 جيجا بايت من نوع GDDR6 ويضا هذا الجهاز يدعم تقلية الأوبتومس الخاصة بمعالج الرسوميات والقدرة الكلية لمعالج الرسوميات هنا هي 75 أغط منافذ التوصيل من الجانب تشتمل على منفذ HDMI 1.4 وليس 2.0 ثم منفذ لي الشاحن ومن الجانب الآخر عندنا منفذ السماعة والمايك 3.5 وجنبه عندنا منفذين USB 3.2 ومنفذين Type-C أيضا 3.2 ولكن لا تدعم DisplayPort أو Thunderbolt خيارات التوصيل اللاسلكية تشمل توصيل Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.1 ولما نقل بالجهاز نشوف نظام التبريد المكون من مروحتين المروحة الأولى التي تبرد المعالج بحجم 55 ملي موصولة بستة أنابيب إلى المروحة الثانية التي تبرد معالج الرسوميات واللي هي بحجم 45 ملي ونظام التبريد هذا هو Cooler Boost 5 اللي يقدم أداء جميل زي إن شاء الله ما راح نشوف فيه الاختبار أيضا من أجمل الأشياء في هذا الجهاز هي خيارات الترقية الكثيرة عندنا الرامات عندنا فتحتين نقدر نرقيها إلى 64 جيجا بايت بتردد 3200 ميجا هيرتس وأيضا خيارات التخزين نقدر نرقيها من خلال الفتحة الإضافية اللي موجودة من نوع M.2 ونقدر نركب أيضا ثلاثة أقراص إذا شلنا الموديول الخاص بالWi-Fi أو حتى نقدر نرقي الWi-Fi أو نعمل له صيانة بكل سهولة وعودة نظام التبريد فرح يتم طرد الهواء الساخن من الجهة الخلفية من الجهاز ومن جهة وحدة على الجانب ومستوى الضجيج على نمط الهدوء أشوف أنه جدا جميل ولكن كل ما نزود فيه مستوى الأداء رح يرتفع معانا مستوى الضجيج زي إن شاء الله ما راح نشوف فيه الاختبار وبعد ما تعرفنا على الجهاز بشكل أكثر خلونا نشوف نتائج الاختبار اللي سوناها على الجهاز ونعلق عليها في النهاية اشتركوا في القناة 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 ارى انه قدم اداء اقل من الجيل السابق بنسبة 2 الى 3 بالمية ولا اشوف انه فيها ذعيب بالاضافة الى انه اداء المعالج الرسوميات على الالعاب الرايد مثلا مترو او ريد دي دي دمشن مع انه جميل ولكن كنت اتوقع انه يكون اقوى شوي خاصة مع التقنيات الجديدة اللي موجودة في معالجات الرسوميات مثلا الرسازة والبار وغيرها ومع كل هذا كنت متوقع انه هذا الاداة اللي رح نحصل عليه كون الجهاز موجه بشكل اساسي لاليسبورت او الرياضات الالكترونية ومع كده حطينا الاعدادات على الماكس وحطينا كل شيء على اعلى اعداد وقدمنا نسبة اطارات ما بين 50 الى 70 فريم وشوف انه معاق هذا الجهاز اي شيء وايضا اداءه في البريمير جدا ممتاز وبالنسبة لي انا راضي جدا عن اداء الجهاز وباختصار هالجهاز هذا رح يشغل كل لعبة بدون اي مشاكل مع معدل الفريمات ما بين 50 الى 70 على اعلى اعدادات اخر اختبار هو اختبار البطارية بحيث انه اختبرناه بالاستخدام القياسي شغلين الواي فاي وحطينا البروفايل البالنست او المتوازن وجلسنا نتصفح وصلنا الى مدة استخدام 4 ساعات ونص وبعدين لما جربنا نحطه على اعلى اعداد وحطينا مستوى السطوع على الاعلى حصلنا على اداء بلغ ساعة وخمسة دقائق وهذا اداء جميل من بطارية بقدرة 51 واط ساعة جهاز الجي اف 65 ارى انه جهاز جدا ممتاز لالعاب الاسبورس مع تقديم اداء جميل في الالعاب الرايدة وايضا عمل كجهاز منتاج بشكل ممتاز ولكن اكيد انك رح تحتاج انك توصل الجهاز بشاشة ذات الوان اكثر صحة سعر الجهاز حاليا هو 6999 ريال او ما يعادل 1860 دولار جهاز الجي اف 65 جهاز جميل جدا من ناحية خيارات الترقية ومن ناحية الاداء في العاب الرياضات الالكترونية وايضا في الالعاب الرائدة ولو يكون فيه اي اشياء ممكن اقولنا اشياء سلبية رح يكون اداء الشاشة من ناحية الالوان وايضا مستوى الضجيج اللي يعتبر ملحوظ في نظام التبريد معدى ذلك اذا كان عندكم اي استفسارات رح اسعد بالاجابة عليها حول هذا الجهاز في قسم التعليقات كما هي العادة لا تنسوا نشترك بقناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلكم جديد انا كان معاكم اخوكم مندر نشوفكم ان شاء الله في حلقة ثانية السلام عليكم اشتركوا في القناة